هل تقدر ما بذل والداك لك؟ وكيف تعب من أجل راحتك؟ فمن حقهما عليك إذن أن تتأدب معهما وتحسن إليهما عاملهما بالاحترام والتبجيل بالقول والفعل وصرح لهما بالشكر وعرفان الجميل قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير لا تؤذهما بلفظ جارح ولا بنفخة دجر بل خاطبهما بالقول السهل الجميل الذي يسعدهما عند سماعه لا ترفع صوتك عليهما ولا تحد النظر إليهما وضع يديك بجانبيك إذا كلمتهما قال سعيد بن جبير اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفض الغليظ ناديهما بأحب الألفاظ إليهما كيا أبتي ويا أمي وقبل أيديهما ورأسيهما وتبسم في وجهيهما فتبسمك في وجه أخيك صدقا فكيف بالابتسام للوالدين لا تتقدم عليهما ولا تجلس وهما قائمان أو في مكان أعلى منهما لب طلباتهما وقض حاجاتهما وأنفق عليهما ولا تبخل عليهما بمال فقد أنفق عليك أعمارهما وصحتهما خذهما إلى الطبيب بنفسك إذا مرضا واخدمهما بيديك قال محمد بن المنكدر بات عمر يعني أخاه يصلي وبت أغمز رجل أمي أي أدلكها وما أحب أن ليلتي بليلته اجلس معهما وآنسهما وأنصت لهما إذا تكلمهما وأظهر الإعجاب بكلامهما ولا تعبث بالجوال وأنت جالس معهما فهذا يجرحهما لا تتألم عندهما ولا تشك حزنك إليهما فإن ألمك يؤلمهما بل أظهر لهما أنك في خير وعافية وعليك بالإكثار من الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما وتذكر دوما قول الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا